موسيقى موسيقى مساء الخير المحبة هي البذرة الأساسية والإنسانية بين الناس هي المعروفها وأثرها يدوم طول العمر الكره والحق والغير وكل المشاعر السلبية الضر صاحبها قبل لا الضر أو تأثر على الغير وعشان شذيه نلقى المحبة والموادة والرحمة قيم أساسية في دين الإسلامي وهي قيمة أساسية في العلوم الاجتماعية أيضا والإنسانية لأن الإنسان جبلت نفسه على فعل الخير والإحسان فلما تقدم خير أو بدلة تنتظر أجر لأن الأجر عند الله وبالتأكيد مردود الخير الذي زرعته بيرجع لك في الدنيا وفي الآخر أضعاف مضاعفة لذلك خل المحبة أساس مشاهديننا مع عنوين الحلقة لهذه الليلة مملكة البحرين تحرز مراكز متقدمة في جائزة حمدان بن راشدة المكتوم عن فئة المدرسة المتميزة وفي الفقرة الثانية شنو هو الذكاء الاجتماعي حياكم الله في الرأي في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات في المجال التربوي والتعليم يحققت مملكة البحرين مراكز متقدمة بجائزة حمدان بن راشدة المكتوم عن فئة المدرسة المتميزة وفئة المعلم المتميز بل ونالت جوائز عن تميز مواطنيها المبدعين مشاهديننا بنعرف منهم الفائزين وعن أي فئة استحقوا الفوز وما هي المعايير ولكن بعد هذا التقرير أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز عن أسماء الفائزين حيث شهدت مشاركة متنوعة من الفئات المحلية وكذلك الفئات الخليجية والعربية وتضمنت الجائزة فئات عديدة كان أبرزها الطالب المتميز والمعلم المتميز وفئة المدرسة المتميزة وفئة أفضل ابتكار علمي وأفضل مشروع مطبق والمؤسسات داعمة للتعليم وتلعب جائزة مؤسسة حمدان التعليمية دورا محوريا في معاونة جهود الحكومات في تطوير التعليم الأساسي والجامعي وقد نالت مملكة البحرين نصيبها من الجوائز من خلال الفوز عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة وكذلك عن فئة المعلم المتميز والطالب المتميز ليبقى اسم البحرين دائما في المقدمة وضمن المراكز الأولى في الأداء التربوي والتعليمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويبقى جانب من تميز مملكة البحرين ومدرسيها في مجال التربية والتعليم كان عندنا مشروع كل شيء متميز اللي عجبهم كان مشروع دمج هندسة وبرمجة الروبوتات ضمن المنهج الدراسي واللي أشكال وزاعة التربية والتعليم اللي وفروا لنا الروبوت ونحن بصورة مستمرة نستخدمها في برنامج البرنامج الثرائي للطالب الموهبين الروبوتكس جزء من المنهج حيكم الله يام الجديد مشاهديننا وحول موضوع الفائزين بجائزة حمدان بن راشد المكتوب عن فئة المدرسة والمعلم المتميزين معانا اليوم في الستوديو لستاذة منال عبدالله يوسف مديرة مدرسة خول الثانوي للبنات عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة والأستاذ عيسى حسين علي فائز بجائزة حمدان بن راشد المكتوب عن فئة المعلم المتميز في دورته الثانية والعشرين وهو معلم بمدرسة أبو صيبع الابتدائية للبنين مساء الخير مساء النور يا رسولي وفخورين بوجودكم معانا يعطيك العوفي طبعا نحن بعد فخورين باستضافتكم ونشكركم على الاستضافة واجب هذا واجب هذا يبين مجهود مملكة البحرين في احتضان الطاقات واحتضان الكفاءات في المدارس هذا واجب أن نستضيفكم ونحتفي بإنجازاتكم اللي هي إنجازات وطنية الحمد لله في البداية كلموني يعني سؤال مشترك لك السادة منال السادة إيسن وببطدي معاتك السادة منال شلون تلقيتوا الخبر والله أحنا أول شي احنا بالنسبة لنا كتوقع لما القائد يكون ناظرة واعية شلون رسم الخطة وشلون نفذ العمل أكيد يكون عنده مساحة من الثقة الثقة المطلقة بالأفراد اللي يشتغلوا ومنتسبين المدرسة كونت بالفعل أنا كقائد مدرسة عندي الثقة المطلقة أن نحنا رح نفوز وعندنا الثقة بالله طبعا قبلها وشغلة ثانية لما يكون يعني العمل في روح روح الأخلاص والحاب وروح الفريق الواحد أكيد يصير في طمئنان من قبل نحنا كقيادة أن نقول الحمد لله في طاقات موجودة في المدارس بالفعل تدخل ذي الجوائز بكل الثقة وبكل الحماس كان عندنا الحمد لله يعني لحد قبل أعلان الجائزة بيمكن فترة بسيطة جدا سوينا اللقاءات مع المنتسبات المدرسة وكان عندنا اللي الحين مسجل الفيديو الكل كان يقول الحمد لله نحنا على ثقة توم طبعا كنا أكيد نتقبل أي نتيجة ولكن لأن العمل كان فيه مجهود كبير وكانت فيه رؤية واسعة كان الحمد لله توقعنا الفوز كان واضح شغلة ثانية شلون استقبلنا الفوز طبعا نحن نعرف يمكن نحن نمر في ظروف معينة استثنائية ويدسعدنا أن نحن نهدي البحرين هذه الفرحة في هالظروف اللي فعلا يمكن نمر في قلق وتوتر بحسب الظروف اللي صايرة شلون استقبلنا الخبر طبعا كان بينعرض أونلاين الخبر رح يعرض على قناة تميز في دبي وكاننا ننتظر طبعا بحسب طبعا التوجيهات اللي ياتنا ممنوع التجمعات وكذا فشكلنا استقللنا واحد من الأدوات الرقمية اللي موجودة عندنا اللي هي برنامجة تيمس وشباكنا المدرسة كلها أونلاين وقعدنا فعلا من قراف المعلمات ومن مكاتبهم قاعدين بس ننتظر النتيجة أونلاين وفعلا كان إعلان الخبر شي جدا جدا مفرح ويعني نصب مثل الماء البارد على صدورنا وفعلا كنا احتفلنا فيه يمكن صج ما قدرنا نحتفي نسوي حفلة أو نسوي يعني حق المعلمات كل عادة مثل ما تعودنا ولكن كان يكفي أن نشوف في عيونهم حتى لو مات صافحنا ولا سلمنا ولا باركنا على بعض يكفي كنا نشوف في عيونهم فرحة الفوز والفخر بالإنجاز هذه كلها جميل سيد عيسي أنت توقع أنا ما كنت متخيل يعني أبدا ما تخيلت شي فأوصلا أني أنا أول مرة أجرب أدخل جائزة حمدان ولمعاييرها الدقيقة والمعايير عالمية دقيقة فتلقيت الاتصال تفاجأت بالفوز فكان شعور جميل جدا فكانت تلبس مرسومة على وجوه الآخرين قبل أن تكون مرسومة على وجهي فالكل كان سعيد فوزي من مسؤولين من إدارات من معلمين من زملاء فوزي أني مثلت مملكة البحرين فقدمت أجمل هدية وكنت فرح جدا أني قدمت لمملكة البحرين هذا الفوز جميل لكن لم تتوقع أو أنت لم تتخيل يعني لم تتخيل بس أنا أنا واثق من قدراتي الحمد لله رب العالمين هل تتوقع شيئا أنا دائما أتفائل جميل الحمد لله يعني دائما كنت أتفائل إن شاء الله سأحقق الفوز هذا الفوز لمملكة البحرين فقلت إن شاء الله أرفع رأس البحرينين والحمد لله كافه كافه أستاذ عيسى تكلم عن معايير عالمية وصفها بالعالمية والدقيقة نعرف من خلالكم شين هي المعايير هذه طبعا هو جائزة حمدون تضمنت معايير بحسب الفئة نحن كقيادة مدرسية طبعا المعايير مختلفة عن فئة الطالب وفئة المعلم بشكل عام لو أعطي أنا فكرة عام معنا المعايير أول شيء تضمنات القيادة التربوية وعي القيادة لحصر جوانب التمييز للفئة القيادية الموجودة في المدرسة سوى انتمثلت في قيادة الأقسام أو المكاتب كقيادة قدرنا نستثمر هذه الجوانب التمييز وكيف وظفناها في البيئة المدرسية أيضا كيف سعين أننا نعزز من النقاط اللي بحاجة إلى تطوير وكيف كان الأثر أكيد عندنا في توظيفات جديدة قيادات جديدة أكيد في نقاط تحتاج أنها تتطور فيهم كان وعي الحمد لله أيضا في جانب أنا أعطي بشكل عام أنه معايير كثيرة في جانب يتعلق باللي هو إدارة المشاريع المدرسية هذه الجانب عطاننا مساحة أن نجمع كل المشاريع اللي موجودة تحت أطر معينة ونشوف هل نحن فعلا نقدينا هذه المشاريع بحسب يعني خلنا نقول قطعنا كل الفئات اللي موجودة في المدرسة أيضا في كان معايير واضح يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للمدرسة كقائد وكفرد أشلون المدرسة رسمت رؤية ورسالة واضحة أشلون من خلالها قدرنا نترجمها في واقع العمل أهل الرؤية تشاركية هل شاركنا فيها ولي الأمر شاركنا فيها المؤسسات اللي تدخل فيها في المدرسة شغلة ثانية بعد في عندي جانب التطور الشخصي إلى أي مدى المدرسة عندها وعي أنها تطور شخصية الطالب في كافة المجالات جانب آخر تضمن اللي هو خلنا نقول دعم المساندة لفئات الطلبة أنا عندي في المدرسة فئات طالبات متفوقات عندي موهوبات عندي طالبات ذوات الهمم أو نقول ذوات العزيمة عديد من الفئات هل المدرسة كان لها وعي أسست مشاريع وقاست أثرها على المدى البعيد العديد من المجالات اللي فعلا احنا بالنسبة لنا كانت خارطة طريق أن احنا نعارف احنا في وين قدرنا نوصل بما أن يعني الجائزة مو جائزة يعني متعلقة في احنا نقول بين المدارس احنا بنرجع حق تفاصيل أكثر ان شاء الله بس بالنسبة حق جائزتك السادة عيسى هي نفس المعايير ولا لا طبعا لأن السادة منوت تكلمت عن معايير عامل مدرسة طبعا المعايير مختلفة عندنا معايير في الأداء التعليمي وهي المتعلقة بطرق التدريس والاستراتيجيات التخطيط التخطيط موجود عند المعلم وعند الطلبة كيف راح تخطط للتلاميذ أن يصلون إلى مراحل أعلى فهذا في المجال التعليمي عندنا المجال الدافعي كيف راح ترفع دافعية تلاميذك يصلون من محطة إلى محطة أفضل وأيضا عندنا في مجال تنمية السلوك السلوك التلاميذ كيف أن أنت تطور من سلوكيات وتعزز السلوكيات الجيدة وكيف أن أنت تقضي على السلوكيات الخاطئة التي تتلاميذ إن وجدت يعني هي تخل بعين الاعتبار الجانب التربوي والتعليمي الجانب التربوي والتعليمي صحيح كلامك فنتيجة لجهودي مع تلاميذ في السنوات السابقة ونتيجة للخبرات المتراكمة فتمكنت أني أغطي هذه المعايير بفاعلية كبيرة فكانت الآثار واضحة على التلاميذ أثناء زيارتهم لداخل المدرسة جميل السادة منال تكلمتي عن خارطة طريق أنتو شفتوها وتخيلتوها بناء على طلعكم على المعايير الموضوعة بطبع تم اختيار منسقة من المدرسة ذات خبرة وكانت من المنسقات أو خللنا نقول نحن الموظفات القديمة في خاول اللي بالفعل عندها يعني الخير كلها موجود عندها وحفظها في مكان عارفة خاولة في كل مجال من المجالات شنو نقاط القوة وشنو ممكن نحط من المشاريع المتميزة حددنا المنسقة طبعا وكانت متميزة بالفعل هي على أساسها شكلت فرق عمل معنا كانت في البداية فرق عمل مستقرة وبعدين طبعا وسعناها إلى كل منتسبات المدرسة للعمل في هذه الجائزة نجحنا نحن بفعل الفريق ولكن يعني لمسنا الفرحة لما نحن شون عرفنا أننا كنا نشتغل كفريق عمل لما صار الإعلان كل واحد يعرف أنه سوهم في هذه الجائزة ليس قائد وليس يعني اقتصر على قياد وسطى أو منسق بعدين طبعا المراحل الثاني كان إدارة التعليم الثنوي طبعا منسق أيضا للجائزة تولت طبعا هذه المنسقة تنظيم لقاءات مع المحكمين اللي هم من دولة الإمارات العربية المتحدة اشرحوا فيها كل المعايير الجائزة كانت شرحوا فيه بضرب أمثلة وابحة وإجابة على عدة استفسارات وبالتالي طبعا نظموا لنا حتى لقاءات مع المدارس اللي فوزة وكان ننضمنها مدرسة عراض الابتدائية للبنات رحنا شخصيا لهم وقابلناهم واللي فوزة في دورات سابقة نعم آخر مدرسة فوزت العام الماضي كانت مدرسة عراض وفعلا استفادنا من هذه الجلسة لأنها كانت ثرية خطوات أو خالي نقول المراحل اللي مريننا فيها أيضا أساسنا بعد خالي نقول احنا شاركنا كل فرد في المجتمع المدرسي أولياء الأمور المجلس الآضاء المجلس الطلابي اشتركوا عنا فريق عود والدليل يوم الزيارة كان يوم يعني خاولة كانت تحتفل في عرص عرص تربوي لأن كل من كان يوقف وتكلم عن المدرسة ويدافع عنها بشكل كبير من ولي أمار من طلبة من معلمين بدون ما يفرب عليهم ذي الشيء لأن في الحمد لله خير موجود في خاولة وما زال ويمكن هذه أسسوا حتى المديرات السابقات الولاء والانتماء للمدرسة جميل الأثر الآن كلمنا عن الأثر شو بي نعكس على أدائك دعت حصولك على هذه الجائزة طبعا حصول على هذه الجائزة هي مسؤولية كبيرة ملقات علي أولا يعني إن شاء الله عندي خطة أني أنشر مفهوم هذه الجائزة بين زملائي للمشاركة هذه الخطوة الأولى أني أطور من ممارساتي الجيدة وأنشرها بين زملائي أنشر الفائدة بين داخل المجتمع بين الزملاء بين العاملين أشجع مختلف الأفراد داخل المجتمع أنهم يتميزون في أعمالهم أنهم يخطون مجرد خطة واحدة نحو التمييز طبعا يعني معروفين أن المجتمع البحريني دائما يسعى للتمييز طبعا فأنا أرفع من دافعيتهم حتى نرفع أسماء راية مملكة البحرين جميل تطلعاتكم الآن أنتم كمدرسة بعد حصولكم على هذا الجائزة طبعا نحن عقب كل فوز أكيد الصر المسؤولية أكبر على مدرسة خاولة خصوصا نحن الحمد لله يمكن من المدارسة الثانوية التي تصدرنا تقييم هيئة جودة تعليم التدريب على ثلاث دورات متتالية بتقييم ممتاز لمدة فترة عشر سنوات ولله الحمد هذه مسؤولية كبيرة خاولة طبعا كانت بثقت منها مشاريع جيدة كانت مستبقات على مستوى مملكة البحرين منها كأس الرياضيات إن شاء الله رح نستأنف خلال السنة القادمة طبعا جوائز خاولة رح تقييم مسابقات على مستوى مملكة البحرين ممتاز نحن وضعنا الخطة إن شاء الله بس نبتدي العام الدراسي الجديد وإن شاء الله رح تكون هذه الجوائز المتنوى الجميع الله يوفقكم إن شاء الله ومنها للأعلى إن شاء الله إن شاء الله تكون هذه الجائزة دافع لتحقيق المزيد وإن شاء الله إن شاء الله وفيت أستاذ منال أستاذ عيسى من أجل البحرين مشاهدين يتميز أبنائها وبناتها يحصدون ثمار جهودهم ابنينهم جائزة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز ولم يكن هذا الإنجاز الأول لهم بل حصلوا على كثير من المراكز المتقدمة والجواز هنيئا للبحرين هذه الإنجازات المشرفة التي يحق لنا أن نفخر بها ونقتدي بأصحابها ونرفع فيهم الراس حاليا مشاهدين ننتقل إلى الفقرة الثانية في غالب مناسباتنا الاجتماعية التي يتم فيها تبادل الحوار والنقاش نشوف دائما يدخل شخص ويأخذ موقف الحديث ويصير محط الأبار عنده قدرة لافتة في إدارة الحديث بأسلوب ممتع ومقنع وتلاقي الكل ينجذب لكلامه هذه المهارة تسمى الذكاء الاجتماعي هذه الذكاء هو موضوع فقرتنا التي أريدنا أن نواضحها أكثر ونشرحها بعادة لكن دعونا نشوف هذا التقرير مراجعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر إذن مشاهدين الذكاء الاجتماعي هو اللي يشار إليه بأن اللباقة والمنطقة السليم وذكاء التعامل مع الناس ولذلك بنتطرق اليوم لمفهوم الذكاء الاجتماعي وكيف يؤثر علينا وكيف نقدر نكتسب هذه الميزة ونعززه في سلوكنا بصورة أوضحة مع ضيفنا المرشد التربوي ومدرب المهارات الحياتية لأستاذ محمود حمدان مساء الخير مساء الخير أستاذي أعطيك العافية إن شاء الله أستاذ محمود طلب مني أن يتشارك معي في الأسئلة يريد أن يوجه الأسئلة فأنا قبلت حلو ومتفاعل معك إن شاء الله حلو أنا تكلنت بشكل عام بس نبي نعرف بشكل أدق شنو هو الذكاء الاجتماعي أو أبرز ملامها أولا شكرا على الاستضافة أستاذي العزيز وشكرا لاختياركم هذا الموضوع اللي مهم مثل ما قلنا إلى الصغير وإلى الكبير حتى من ناحية تربوية الذكاء الاجتماعي هو القدرة على فهم الآخرين والتواصل معهم بإيجابية حسن التعامل مع الآخرين تلاحظ أن هذا المفهوم بسيط في عباراته صحيح صحيح لكن لو قلنا كيف فهم الآخرين أصلا بندخل في العمق وممكن هذا يجي من خلال الأسئلة والحوار متى نبتدي نعتني بهذه الميزة أو هذه الوامضة أو اللي هو الذكاء الاجتماعي من أي مرحلة سنية تمام بمجرد أن ينمو الطفل في بداية حياته بأساليب تربوية معينة هو ينمو ويكبر بكرامته فتكون عنده ثقة بنفسه تكون عنده شجاعة تكون عنده انطلاقة يصير عنده خيارين بمجرد أن يبدأ مرحلة العناد بالسنة يعني هذه الصفات اللي ذكرتها هي مكتسبة من بيئة يولد الإنسان بكرامته يولد بثقته بنفسه الأساليب التربوية بالفطرة الأساليب التربوية هي اللي تعطيه الخيارات الأخرى اللي تقلل من الذكاء الاجتماعي اللي يكون عنده يعني الذكاء الاجتماعي لو خلية الإنسان ونفسه بمجرد والتواجد الاجتماعي ممكن يطورها لكن هي موجودة في نفسه مثلا اللي يحصل إليه أب وأم يكونوا متسلطين مثلا فهو يصير عنده خيارين الطفل ذكي كان عنيد يبغي يبرز نفسه يبرز ذاته هذا من الذكاء الاجتماعي ثقة بالنفس إبراز النفس ثم الوالدين يسيطرون عليه هو يصير عنده خيارين يقول إما أكون شخص مستسلم وخلاص دام اللقمة بجيني أكون شخص مستسلم أو أنه أصير شخص متمرد وأبرز شخصيتي بشكل أكبر فالوالدين إليهم الدور الأول على نحو إكساب وتطوير المهارات الاجتماعية والذكاء الاجتماعي عند الطفل ممكن يكتسبها من البيئة لاحقا لكن المدرسة الأولى هي مدرسة الوالدين بس هذه الموضوع حساسي موضوع التمرد أو الجزئية المتعلقة بالتمرد يعني التمرد لا شق سلبي ولا شق إيجابي تتفق معي ولا تختلف؟ صحيح لذلك ماذا ندر؟ وجود قوة الشخصية عند الطفل العناد هو شيء إيجابي من لوازم الطفولة اللي يضايقون من الوالدين العناد هو من لوازم الطفولة يبدأ تقربا من سنة وثمانية شهور يبدأ عنده إلى ست سنوات فهم الوالدين إلى هذه المرحلة يخليهم يتعاطون معه بإيجابية كيف إحنا ننمي شخصيته بقوة الشخصية دون أن نكسرها وينمو مع الذكاء الاجتماعي دون أن نصر عليه أنه يكون شخص بسيط وساذج هذا مفهوم مهم يعني خيط الدقيق اللي أنا فهمته وتصحح لي بس يولد الإنسان بفطرته نعم الفطرة المتمثلة في الكرامة في العناد في الذكاء في في نعم وعلى الوالدين أنهما يتفهمون طبيعة هذه المرحلة مرحلة الطفولة لأنه إذا هما قدروا أنهما يستوعبون ذلك المرحلة أنا أعتقد أنهما بقدرون يوظفون ذي الصفات ومن ضمنها العناد في إطارها الإيجابي صحيح إحنا اللي يصير عندنا أن الواحد ممكن ينجب إليه الأولاد دون أن يطلع على شيء من علم نفس النمو ما نقول أن الإنسان يكون متخصص لكن الإطلاع البسيط بيعرف أن من طبيعة الطفل أنه يكون عنيد يبدأ ب كم الأطفال؟ يبدأ بإبراز شخصيته مثلاً لو جأي لك شخص وقال إليك أنا ولدي حركي أول سؤال ممكن تسأله شنو؟ ولدي حركي يكسر؟ ممكن تسأله عن بعض السلوكيات صح؟ أنا أسأله أقول لي عمره كم؟ لما يقول لي من ثلاث إلى خمس سنوات هو السن الطبيعي إلى الحركة لمفهوم أنه في هذه السنوات مفترض أن يتحرك لما الولد يكون خامل وجالس هذا الوضع المو طبيعي لكن إحنا شنو يصير عندنا ستادي؟ أنه لما يكون الولد جالس مكانه ولا يتحرك ولا يعرف يتصرف قول الحمد لله والدي زين قاعد مكانه مجرد فهمنا إلى علم نفس النمو شنو يصير من تغيرات في هذه المرحلة أنا أرتاح أعرف ولدي سلوك سوي أو سلوك شاب ومن ضمنها إكساب إلى الذكاء الاجتماعي تطوير المهارات الاجتماعية اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها سألتني يبدأ من كم؟ يبدأ بمجرد أن يستطيع الطفل إكتساب هذه المهارات وتقريباً يبدأ من السنتين بمجرد أنها تبان علي نشوفها يشوفونها الولدين صحيح صحيح؟ هي المهارات الاجتماعية مو شيء واحد فهي مهارات فيعتقد الوالدين كيف يبرز هذه المهارات؟ مثلاً القدرة على التحدث مع الآخرين رغم بساطة هذه لكن تلاحظ أن فيه شخص بمجرد أن تلتقي ممكن يكسبك ممكن يجذبك إليه وفيه شخص لا تلتقي مرة وتنساه صحيح؟ صحيح هذه مهارة بسيطة كيف يستطيعون أنهم يطورونها؟ من المهارات الاجتماعية مثل ما أشرت اللباقة السنع الأخلاق الحسنة قدرة التأثير على الآخرين البشاشة في أشخاص بمجرد اللقاء الأول هو اللقاء المستمر في أشخاص من اللقاء الأول صير الفجوة هذا فرق الشخص الذي عنده ذكا اجتماعي أرواح تتلاقى وأرواح تتلاقى صحيح لكن هم بعد الذكاء اللي موجود عند الشخص يخلينا نجذب إليه أنت تلاقيني أكون مبتسم وبشوش فتحب تلتقي فيني مرة ثانية الكلام اللي أنا أتكلم معاك فيه شوف قدرت أجذبك أو لا ديل كارنيقي في كتابة كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يقول شوف هذه القاعدة الجميلة يقول أنا أحب الكرز والكريمة لكني لما أروح إلى استياد السمك أخذ معاي شنو؟ الديدان أنا ما أحب الديدان لكن السمك أحبها شوف القاعدة يعني يطبق عليه المثال الغاية تبرر الوسيلة شوف هو شنو قاعد يقول أنا ممكن أجلس معاك أنا شلون أكسب أتكلم معاك في الشي اللي أنت تحبه كم شخص يجلس مع الطرف الآخر ويكون منصط إليه أكثر من أن يتكلم إحنا نعتقل إذا تكلمنا مع الآخر أكثر بنجذب إلينا بينما الإنصاط والاهتمام مهارة اجتماعية فهذه مهارات اجتماعية كم شخص فين يستخدم اللي نسميها إحنا العبارات الساحرة أو مثل ماجيك وورد إلا هي لو سمحت إذا ممكن هل تقدر أو لا نستخدم لغة الأوامر اللي ما أحد أصلا يستقبلها ولا يتقبلها نعم شوف انزيل خلنا نفرق إحنا في ذي السياق بين الذكاء الإنساني والذكاء الاجتماعي هاي موضوع حساس معاك نحن الله إن شاء الله طيب هو لأن موضوع اجتماعي حساس فأنا أطرحه ببساطة النوس لما تقول إليهم أنه شخص ذكي شنو يتبادر إلى الذهن إنه في المدرسة؟ شاطر شاطر متفوق صح؟ صح هذا الذكاء بالنسبة إلى الناس في شيء يسمونا الإيكيو اللي هو إنتليجينس كوشينت الذكاء التحليلي هذا الذكاء اللي الناس يعتبرون أنه الشخص اللي معدل فوق التسعين المعدل اللي يكون متميز في الدراسة فيسمونا ذكي الإيس كيو هو السوشل كوشينت اللي هو الذكاء الاجتماعي وفيه عندنا الإيكيو إيموشنال إنتليجينس اللي هو الذكاء العاطفي مشهور العاطفي حلو الناس ما عندهم إدراك إلى الآن أو قناعة بأن النجاح في الحياة 80% يا أستاذي يتكون من الذكاء العاطفي الذكاء الاجتماعي و20% على الإيكيو وهو الذكاء التحليلي حتى الحث والتحفيز يكون من قبل الوالدين في شنو في التربية؟ على الذكاء الأكاديمي والمعدل الأكاديمي بينما ممكن ينمو عندنا الشخص ويكبر وهو في المهارات الاجتماعية دعنا نبسط للأمور أكثر يعني حين نحن نتكلم عن ثلاثة أنواع من الذكاء الذكاء الإنساني قلت الذكاء التحليلي والاجتماعي والعاطم هذه أربعة حلو هو الملإنساني أنت قلت أن الذكاء الإنساني المفهوم العام عند الأغلب من الناس مرتبط بالتحصيل العلمي نعم إذا كانت علامته عالية مرتفعة فهو ذكي إذا أقل فهو مو ذكي وهذه أنا يعني أختلف مع جملة تفصيلاً لأنه مو مؤشر يعني مو مقياس صحيح؟ صحيح أنزين إذن شنو الذكاء الإنساني؟ هوارد غاردينر في سنة 1983 طلع بنظرية الذكاءات المتعددة نظرية الذكاءات المتعددة أحدثت ثورة في مفهوم الذكاء الإنساني تسبح لي؟ تفضل بعيداً عن النظريات بالنسبة لك شون هو الذكاء الإنساني؟ في شون يتمثل؟ عشان نقدر نفرق بين الذكاء الإنساني والذكاء التحليلي والعاطفي والاجتماعي لأننا حين صاروا عندنا أربع عنوان بالنسبة لك أنت؟ مفهوم الذكاء الإنساني لأن الإنسان بحث ذاته ينقسم إلى عدة أنواع من الذكاءات لذلك طرحت إليك هذه النظرية التي قسمت الإنسان بحث ذاته أنه ليس مكون واحد من الذكاءات نظرية لأنني لم يكن يتفق عليها السعادة لأنني يقولون قدرات بس بالنسبة لك أنت من واقع تجربتك خبرتك العملية تعاملك أنت نبي وجهة نظرك أنت؟ قدرة الإنسان على الإقناع والتأثير وأخذ المكانة الاجتماعية والتأثير في اللي حواليه هذا هو الذكاء اللي أنا أعتقد أن الإنسان من خلاله يكون ناجح كثير من الأشخاص إذا تكلمت عن واقع وتجربة كثير من الأشخاص اللي كانت معدلاتهم عالية جداً لما انفتحوا على الواقع المهني وما بعد الجامعة اللي يقولون انفتحت عندنا الحياة الآن بيّنت عندنا الحياة مصيرهم كان الفشل والتراجع وعرفوا أنه في سنوات حياتهم لما اعتمدوا على الذكاء التحليلي والمعدل كان خيار غير صحيح نزل نرجع لموضوعنا الذكاء الاجتماعي نقدر نختازل في مصطلحنا الشعب الجميل السنع السنع وضيافة ممكن نضيف عليه بعض المهارات بالدرجة الأولى على كيف تتعامل مع الآخر صحيح وتخلق من نفسك عنصر جذب وبالتالي تأثر تحدث تأثير القدرة على صحيح نزين يحتاج إلى مهارات معينة نعم دعنا نركز عليها شوية المهارات وكيف ممكن أن نطور ذلك الذكاء تمام سؤال حلو إذا تلاحظ أن أنا قلت أول مدرسة يتعلم من خلالها الولد الذكاء الاجتماعي هي مدرسة الوالدين فمن خلالها يستطيع أنه ينمي ذكاء الاجتماعي ومن خلالها ممكن ينخفض عند الذكاء الاجتماعي فينمي الولد عند ضعف في القدرة على التعبير عند ضعف في الثقة الآخرين يستطيع أنهم يتنمرون عليه بسهولة أبرز الأمور التي نستطيع من خلالها أن ننمي الذكاء الاجتماعي عند الولد هو وضعه في مصادر برمجة صحيحة مثلاً المدرسة الأولى هي مدرسة الوالدين أول مصدر من مصادر البرمجة نمو الكرامة عند هذا الشخص والشجاعة والقدرة على التعبير والاختلاط مع الآخرين يختلف عن الشخص الانطوائي العزالي الذي لا يستطيع حتى أنه يكون علاقاتي يكون صداقة هذا رقم واحد رقم اثنين وجوده في بيئة إعلامية مميزة يستطيع من خلالها اكتساب الخبرات والنضج تعرف هذا أن الناس الآن بدأوا يتجهون إلى التكنولوجيا بدأوا يتجهون إلى التعلم عن بعد فمهم جداً أننا نفكر أن نضع ولدنا في موضع من خلاله ينمو ذكاء الاجتماعي رقم ثلاثة بيئة مدرسية تنمي عند الذكاء الاجتماعي في بيئات تعليمية الذكاء التحليلي هو رقم واحد بينما ما يكتسب فيها أي ذكاء اجتماعي أي مهارة اجتماعية من ضمنها الأصدقاء تكون مع أصدقاء يعطونك ثقة ينمون ثقتك بنفسك عززون مكانتك الاجتماعية مهاراتك الاجتماعية في أشخاص ممكن يحطون من قدرك فتقل ثقتك بنفسك فتكون شخصاً عزالي وانطوائي يعني مساة التفاعل الإيجابي مع مهاراتك هذه نصر جداً مهمة مهم جداً في شيء مهم أحب أشير إليه قدرة الإنسان على اكتشاف نفسه والمهارات اللي من خلالها يستطيع أن ينطلق في المجتمع مهمة جداً وإذا هو ما استطاع هذه وظيفة المرشدين الاجتماعيين ممكن إحنا كبرنا بعدها واحد أشار إلينا أنت ما شاء الله عليك متحدث مميز استثمر هذه الموهبة هذه ذكاء اجتماعي ترى هذه الجزئية التي ذكرتها مهمة صحيح يعني دائماً حتى لا أقول المتخصصة لكن نطلق على المدربين مثلاً نعم دائماً أقول لك اكتشف ذاتك حاول اكتشف ذاتك الحال يكمن في اكتشاف الذات صحيح ما أكتشف ذاتك؟ تمام أنت الآن تلقي باللوم على المختصين؟ لا لا ألقي لوم لا لا ألقي لوم بس هي ملاحظة يعني صحيح أنا أشجعك لذلك إذا نقول حق الشباب في دورة من الدورات مثلاً اكتشف ذاتك وبعدها نتركها هو مو فهم شنو اكتشف ذاتك و هذا الكلام مهم حتى حق الوالدين صحيح صح لذلك قلت أن الواحد من عندنا لما يكون هو معارف قدراته مواهبه شلون يستثمرها هذا جي وظيفة المختصين و المختص مو مظيفة أنه فقط ينظر يعني شنو ينظر يعني فقط يقول اكتشف ذاتك كم في الجلسات الخاصة في الجلسات الاستشارة الجلسة مع الشخص و إبداء مواهبة شنو المواهب اللي عندك بعضهم يقول لك أنا ما عندي شيء ثم مع الكلام يكتشف أنه عنده شيء قدرتك على طرح الأسئلة أنت كمختص مرشد اجتماعي الوالدين نفسهم يكبر الولد و ما عنده مهارة اجتماعية و مكتشفين فيه شيء لأنه ما ساعدوا على اكتشاف ما ساعدوا على اكتشاف مهم و هم نفسهم مفترض تكون عندهم هذه المهارة لماذا الولد مع احترامي الشديد لماذا الولد لما يكبر يكبر يلوم على البلاستيشن أو العاب الإلكترونية بينما احنا ما وضعناه في موضع من خلال يستطيع أن يكتشف نفسه تبرز طاقاته تبرز مواهبة لما يشركوه في برامج بمعنى توجيه تماماته إلى أمور بالضبط تخدم شخصيته بالضبط أقول لك شيء وهو موضوع حساس أيضاً كثير من أولياء الأمور خصوصاً في مرحلة المراهقة يلاحقون المراهق على سلوكيات السلبية صح؟ كثير من التصادم يظهر في هذه المرحلة أكثر طاقة ممكن يحصلها الإنسان هي في مرحلة المراهقة طاقة طاقة إيجابية موجودة عنده لكن بسبب عدم معرفته بنفسه و أنا شنو أوجه و أنا ودي هذه الطاقة تبذل في سبيل سلبي دون إنتاج فيكبر الولد وهو خلال 12 سنة من الدراسة أو دعونا نقول ست سنوات الأخيرة التي فيها طاقة ما اكتشف شيء في نفسه غير المعدل الأكاديمي يعني أنت تشير إلى شيء حساس يعني عادة أولياء الأمور يعانون من مرحلة المراهقة صحيح يعني أنت تشير إلى أن المشكلة قد تكمن في أن الطفل ذي وصل إلى ذي المرحلة وهو يشعر أن في داخله في شيء بس مو بعارف شنوي صحيح في طاقة يبيها تطلع بس مو بعارف شو يطلح وفي شنو يوجه صحيح يعني هذه السبف الانتكاسي إذا الأخلاقية هل تجد مراهق من المراهقين كان مميز بسبب أن الوالدين يلاحقون سلوك السلبي وعدلونه لا، ليس هذا التمييز التمييز كيف أن أكتشف أبني المهارات الاجتماعية اللي من خلالها هذا بالأساس كون بالضبط أشركه في شيء اجتماعي عمل تطوعي جمعية خيرية من خلالها يستطيع أن ينطلق بذاته ما يوصل سن الثمنتعاش سن النضج اللي هو شخص بارز في المجتمع والأشخاص اللي كانوا بارزين في المجتمع المؤثرين ما نصنعوا من عمر الثمنتعاش كانوا من الإعداد يظاهرين يوم من الأيام في طابور المدرسة يوم من الأيام في مكتبة يوم من الأيام في عمل تطوعي هذا اكتشاف الذات هذا اللي يساعد على بروز المهارات الاجتماعية اللي احنا نتكلم عنها من قدرة على التأثير من تكوين صداقات كم شخص من عندنا يوصل لهذا السن وهو قادر على التحدث أمام مجموعة كبيرة للأسف وصلنا الجامعة بعدين اكتشفنا أننا لازم نقدم برزينتيشن أمام جمع من الطلاب فكنا نرتجف وخجل مبخل صحيح ليش ما كان عندنا شيء من البداية هذه مسؤولية على أولياء الأمور أولياء الأمور بالدرجة الأولى وأنا وظيفتي كمرشد دائماً أوجه هذا الحديث لأولياء الأمور أن وظيفتنا بدل ما نلاحق السلوك السلبي نبرز الطاقة الإيجابية بتكفيننا إذلك يقولون السلوك الذي يتعزز يتكرر في مثل أجنبي جميل جداً يقول كاج ذن وين ذي آر قود يعني شنو استطادهم ومس طالعهم استطادهم وهم يعملون المميزات أنت قلت السلوك الذي يتعزز يتكرر يتكرر إذن هذه مهمة أولاء الأمور بس أنا عندي سؤال عشان بس نوضح الصورة أكثر إذن الذكاء الاجتماعي هو قد يكون مكتسب يعني بمعنى في أسس فطرية تنوجد في الطفل صحيح وعلى أساس إحنا ممكن أيضاً نعزز جانب الذكاء الاجتماعي عند هذا الطفل لكن على أولياء الأمور أنهما يكونون مهيئين لهذه المهمة صحيح بالعكس قد تحدث أساليب سلبية تكسر هذه المهارات اللي موجودة عند من؟ عند الطفل تحصل مشكلة فينمو الطفل بشكل غير سوي ثم تظهر المشكلة في وين؟ لما يكبر الولد الوالد يحتاج أحد يسنده يحتاج يشوف أن والده مشارك في المجتمع يجي يشتك أن والدي غير قادر على تكوين صداقات دائماً جالس في المنزل مو قادر يختار تخصصه الاجتماعي تخصصه الجامعي مو قادر يختار وظيفته مو عارف وين خياراته المستقبلية والسبب أنه كان أولياء الأمور دائماً ملتصقين بالولد يتخذون عنه قراراته غير قادر على التواصل الفعال غير قادر على اتخاذ القرار غير قادر على حل المشكلات وهي مهارات هذا القرن اللي احنا فيه نلخص كل اللي قلناه في نصيحة أخيرة ممكن القاعدة اللي اعمل فيها وهي تريحني من هذا الجانب في التعامل الاجتماعي ممكن تحصل عندك أشخاص من كل حد بنوصوب من كل نمط إذا تبغي تكون ذكي اجتماعياً فعلاً عامل الناس كما تحب أن يعاملوك هاي نصيحة ذهبية وليس كما يعاملوك لذلك أقول تبغي تكون إنسان مرتاح من الداخل كون اندك ذكاء اجتماعي تكتسب الذكاء الاجتماعي لكن فتعاملك مع الآخرين عامل الناس كما تحب أن يعاملوك وليس كما يعاملوك فالناس تمثل أخلاقهم وانت تمثل أخلاقك جميل والله ما قصرت حبيب طيك اللي عافية أستاذ مشكور أستاذي الأشخاص اللي يتحلون بقدر كبير من الذكاء الاجتماعي تجمعهم علاقات قوية مع الأشخاص اللي محطين فيهم وهذه اللي يمتلكون القدر على التأثير كلمتنا لهؤلاء حاولوا أن تنمون هذه الطاقة تستخدمونها بشكل إيجابي ويخدم الناس وحلو أننا أيضاً كأشخاص نتعلم ونكتسب منهم مهارات الذكاء الاجتماعي مشاهديننا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم تصبحنا على خير في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة